في الفيديو ده هنرى في ازاي نعمل للصورة. يعني الصورة اللي عندي دي مسلا الف ومتين في الف ومتين. انا عايز اقصها اخليها خمسمائة بخمسمائة. اول حاجة هنكتب تساوي اه زي ما قلنا قبل كده بنقرأ الصورة بالطريقة دي. بالامر ده وبنحط هنا الامتداد بتاع الصورة. وبنحط الصورة دي في متغير اه مثلا انا هنا مساميه killer. وهعمل متغير تاني للصورة بعد ما حصل لها الكروب هسمي message andro которcoboard يساوي. بكتب image وبفتح قوسيني. وبكتب Y بداية وال Y نهاية. وال X بداية وال X نهاية. يعني الاص بتاعي هيبقى بدايته فين في الاكس ونهايته فين في الاكس. وبدايته فين في ال Y ونهايته فين في ال Y. زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا كده. هنا البرنامج الإحداثيات بتاعته بالشكل ده دي نقطة 0 و 0 وده الاتجاه الموجب للإكس وده الاتجاه الموجب للواي أنا عندي الصورة 300 في 500 لو جيت أقصها حقول مثلا أنا عايز أقص في الواي من 400 إلى 500 وفي الإكس من 200 إلى 300 يبقى أنا عايز أقص بالشكل ده يبقى دي الجزئية اللي حتتقص معايا طيب لو مش عايز أقص في الإكس مثلا بكتب 300 و 300 لأن دي نهاية الإكس فهو هيعرف أن أنا مش عايز أقص حاجة فتعالوا نعمل القص ده نكتب 400 500 ده للواي والإكس هنكتب 200 300 بس كده وتعالوا نعمل تعالوا نعمل شو للإيميج قبل ما نعمل لها الكروب ده شكلها وبعد ما عملنا لها الكروب ده شكلها ترجمة نانسي قنقر